بعض الأزواج يتعدى الحد فيسب ويلحن وتسمع ألفاظا في البيوت لا شك أن السب واللعن ليس من أخلاق المؤمن ولا من صفاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا البديء قال الله تعالى وقولوا للناس حسنى كل الناس وقال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وأحسن الكلام يقال لأقرب الناس وهي الزوجة لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا استوصوا بالنساء خيرا كلمة خير خير في القول والفعل شكرا